ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على 8 مستحيلات موجودين في برج العزراء برج العزراء بصراحة كده عنده مستحيلات كتيرة جدا يعني لو اتكلم على شخصية برج العزراء ها اقول لكم مستحيل يكون كذا مستحيل يكون كذا فيه مستحيلات كتير جدا 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 ولكن هتكلم على مستحيلات اللي هي برزة جدا في شخصية برج العزراء يعني مبدئيا وندخل في الموضوع على طول برج العزراء مستحيل انه ما ينقضكش مستحيل إنه ما ينقضك شو هقول برضو حاجة بقى اللي هو اللي كتير ما يعرفهاش برضو في حتة النقدة عند برج العزراء برج العزراء بيبقى دايما ينقض الآخرين دايما ينقض أي حاجة موجودة قدامه سواء بقى إيجابية أو سلبية يعني حتى لو حاجة إيجابية هو من النوع اللي عينه بتيجي على تفاصيل التفاصيل فدايما بيبقى مش راضي عن الشيء اللي قدامه مثلا من المعروف إن برج العزراء قد إيه من النوع اللي بيحبوا النظفة لو هم لقوا حتة غبار صغير أو تراب القوى بيتشاف بالعين المجردة هم قدروا يشوفوه هينقضوك فهما من النوع اللي بينقضوا جدا وعلى فكرة برج العزراء معترف في ده يعني هم معترفين إنه هم بينقضوا قوي وبيبقوا عايزين يغيروا من الطريقة دي ولكن ما يعرفوش ويبقى بقى يعني يا سعدك ياهناك لو أنت برج العزراء واتطلع بتاعك عزراء فأنت ملك الانتقاد عمتا فبرج العزراء هو ناقد قوي جدا وناقد لكل الأفعال الخاطئة بشدة للأفعال العادية هيكون ناقده يعني بس ده بيكون بقى متوقف على قوة تحمل الشخص اللي قدامه فبرج العزراء ناقد شديد ده يعني مستحيل إن انت تلاقي كده ما ينقضكش مستحيل إن انت تعدي من تحت إيده كده وهو ما يقولكش إنت عملت كزا لأ سويت كزا لأ ده غلط لأ ده مش عارف ايه مستحيل يقولك هي برافو من أول مرة مستحيل ده لإن هو من النوع اللي اللي دقيق جدا وعلى فكرة برج العزراء مش هينقضك إلا لو بيحبك ده عمتا يعني يعني عشان ينقضك اعرف نهو بيحبك انت بقى بتتقبل ده ما بتتقبلش ده ده حاجة ترجع لك لكن هو بينقضك عشان هو بيحبك إلا الناس ما تعرفهوش إن برج العزراء بينقض نفسه ولكن لما يقول لوحده يعني مستحيل كده تفكر أو تعتقد أو يهيألك إن برج العزراء ناقد للآخرين لكن بيطلع نفسه ملاك لا ممكن يطلع نفسه ملاك قدامك لكن من جوه قرارة نفسه لما يفكر مع نفسه هو بيطلع نفسه قد ينقض نفسه يعني دايما يقول أنا ما كانش ينفع أعمل كذا بيلوم كتير بيلوم شخصيته كتير بيلوم نفسه كتير أنا مش عايز أقول كلمة نفسه عشان قلتها كتير فمش عارف عمتا فهو دايما بينقض أفعاله بينقض اللي هو بيعمله بيبقى عارف أخطاء كويس جدا جدا فهو ناقد كبير لنفسه عمتا تاني شيء موجود من المستحيلات لبرج العزراء إن برج العزراء مستحيل برج العزراء يكون مهمل أو إنه هو يكون شخص مش نظيف أو إنه هو يكون يعني تلاقي إنه هو قاعد في مكان مش مترتب قد إيه مكان ده مش كويس لا بالعكس مستحيل تلاقي برج العزراء يكون متقبل مكان مش نظيف أو هو يكون شخص مش نظيف بمعنى شخصية برج العزراء هو ملك النظافة والاهتمام جدا والاتيكيت في نفسه قوي وفي المكان اللي هو قاعد فيه ودايما يعتمي بالدكور والنظافة والستايل والكلام ده قوي قوي ودايما بيكونوا شيك في اختيار الالوان واختيار اللبس واختيار الدكور بتاع منزلهم فهم من النوع اللي قد ايه بيحبوا النظافة ويحبوا الاهتمام ويحبوا الحاجة اللي شكلها شيك قوي ممكن يكون من شخصية برج العزراء مثلا الطالع بتاعه ميزان هيبقى شخص متدوعي يعني مرة يحب النظافة جدا ومرة يبقى تلاي يلا الدنيا مهوية شوية معي ارمي في الدولاب ووقف للدولاب بعد كده يعني فده موجود يعني فيه 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 بعض الابراج اللي ما بيبقاش عندها هواية الترتيب لكن عندها النظافة فده بيكون موجود جدا جدا فانت بقى لو طالع بتاعك عزراء وانت برج عزراء فانت ملك النظافة وترتيب ولو جسمك ياشعر كده لو انت قاعد في مكان يكون مش كويس فمستحيل تلاقي برج العزراء مش نديف مهمل مش مترتب ان هو قابل يقعد في مكان والمكان ده مش نديف او ما يعلقش كمان يعني لو راح عند حد ولقى ان المكان مش نديف يلازم يعلق الوضع ده لأ انت ليه حاطت ده هنا انت ليه عمل ده كده فدايما تلاقي شخصية برج العزراء مستحيل تاني عند برج العزراء انك مستحيل انك تلاقي شخص من برج العزراء يفقد الثقة في نفسه مستحيل صعب جدا جدا ان انت تكون قادر على انك تخلي شخصية العزراء يفقد الثقة في نفسه او في نفسها صعب هم عندهم ثقة في نفسهم رهيبة رهيبة على فكرة مع انه هم ممكن يفقدوا الثقة في نفسهم لبعض الوقت مع نفسهم وهم قاعدين لوحدهم مش قدامك يعني قدام الاخرين هم مواصقين في نفسهم قوي ويعني يا ارض تهدي ما عليك قدي ده شخصية برج العزراء قدام الناس لكن ممكن يفقد الثقة في نفسه وهو لوحده اه ويلوم نفسه كتير ويقول لك انا انا وحش انا انا مش كويس انا انا فعلا زي ما الناس دي بتقول ويبدأ يبقى شايف نفسه وحش جدا جدا وبتأثر بالكلام الخارجي جدا من الابراج اللي بتتأثر قوي بالكلام الخارجي لكن ظاهريا لا يعني ظاهريا انا ما بتأثرش داخليا هم بتأثروا جدا جدا وممكن توصل ان هم يفقدوا الثقة في نفسهم وهم لوحدهم قدام الاخرين احنا محدش في سقطنا وبيكون لبعض الوقت اما كده بيرجعوا تاني واصقين في نفسهم حاجة تانية في شخصية برج العزراء ان برج العزراء مستحيل تلاقيه شخص مش طموح يعني برج العزراء قد ايه طموح قد ايه بيحب ان هو يعمل احلام كتيرة ويفضل متمسك باحلامه مهما عدة سنين يفضل متمسك بطموحه مهما عدة سنين هوصل للنا عايزه يعني هوصل للنا عايزه سواء كان في العمل سواء كان في الدراسة سواء كان في ايا كان الشيء اللي هم عايزين يوصلوله عندهم قدرة على ان هم يسعوا بكل طاقتهم وما يزهقوش يعني اقولك مستحيل ان برج العزراء يزهق من نجاح او من طموح هو عايزه او طريق رسمه لنفسه مستحيل يزهق منه لكن غير كده هنتكلم في الزهق كمان شوية برج العزراء مستحيل ان انت حتى تخليه انه يكون شخص مش طموح ان انت تقوله لأ طريقك فاشل لا انت مش عارف مش هتكمل الحاجات اللي هي كده ويبدأ ان هو يصدق ويتراجع عن الطريق اللي هو رسمه لنفسه او طموحه بالعكس هيقاوح جدا جدا ويعاند عشان يوصل لطموح واحلامه اللي هو عايزها لنفسه برج العزراء كمان مستحيل ان هو ما يقلقش او ما يتوترش او ما يكونش مرتبك مستحيل تلاقيه ما يزهقش من الاخرين من الناس من الاشخاص يعني برج العزراء دايما قلقان دايما متوتر دايما عنده ارتباك القلقان من موضوع قلقان وخايف على بعض الاشخاص قلقان ان هو ماشي في مشروعه وطريقه للنجاح وطريقه للطموح دايما بيكون قلقان ومماشي فيه فكرة القلق ملازمة جدا لبرج العزراء قلق عاطفي ان الشريك ممكن يكون كذا 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 فكرة القلق والتوتر ساعات كتير جدا جدا بتخلي برج العزراء يبقى بيفكر مليون مرة في الحاجة قبل ما يعملها يبقى بيفكر فيه الشيء او بيفكر فيه خطواته او بيفكر فيه موضوع معين يفضل فترة كبيرة اوعبال ما ياخد قرار فيه ممكن يكون حتى لو قرار الزواج ياخد وقت كبير اوي متوتر من الفكرة دي لحد دايما الشريك يبدأ ان هو يزهق ويبدأ ينهي العلاقة فكتير جدا من برج العزراء يبقى بيمر بيه المواقف دي كمان برج العزراء هنلاقي كتير كتير منهم ان هما بيبقى عندهم موضوع معين كده هما اشخاص قد ايه بيحبوا ان هما يكونوا مثاليين اكتر بيحبوا ان هما يعني يسعوا ليه الكمال طبعا الكمال اللي هو واحد ولكن هما عايزين يسعوا ليه الكمال الدنياوي فهم دايما بيسعوا ليه المثالية صعب جدا تلاقي واحد ما عندهوش طموح ما عندهوش اللي هو السعي الكامل ليه اليجابية او للكمال الدنياوي او ان هو يكون بيحاول يكون شخص مثالي لا بالعكس هما اشخاص مثالية جدا جدا كمان مستحيل انك تلاقي ان هو يعني يعد يقولك لا لا انت مية مية لا لا انت برافو انت غلط هيقولك انت غلط لانه هو من النوع اللي دايما بيحب المثالية زي ما احنا قلنا فهو دايما بيحب يشوف كل الحاجات اللي قدامه بشكل متميز شاف غير كده هيبدأ انه هو ينقضك وده موضوع اللي تكلمنا عنه في اول المستحيلات ينقضك او انه هو يقولك انت لا انت كده غلطان جدا كمان لان من شخصية برج العزراء انه هو شخص واضح جدا مستحيل تلاقيه شخص ملاوع شخص مش صريح مش واضح لا بالعكسة هو شخص قد ايه صريح للدرجة ان كلماته بتكون طالعة بشكل انتقاد او بشكل دبش زي ما بنقول فدايما بيكون عنيف في كلماته عنيف في حيث انه ممكن يكون كأنه بيضربك بالكلام فهو دي طبيعة برج العزراء لانه هو واضح وصريح مستحيل ما تلاقيهوش كده لانه هو من النوع لو شافك غلطان هيقولك انت غلطان لان ده طبيعته انه صريح جدا واضح جدا كمان في مستحيل موجود عند برج العزراء انا حسن انا طاولت عليكم عمتا في مستحيل برضو موجود قوي جدا عند شخصية برج العزراء انه برج العزراء من النوع اللي ما بيصدقش حد بسهولة اللي ما يسكش في بني ادم بسهولة اللي لازم أنه هو عشان أنت بقيت قريب منه لازم أنه هو يعمل لك عدة اختبارات ويسأل من وراءك كتير ويعرف لو أنت كنت قلت له معلومة لازم يتأكد بنفسه سواء أنت قلت له معلومة صح معلومة غلط فهو لازم يتأكد بنفسه وبطرق خاصة منه هو مش بيسعى لطرق أنت من عندك أو من عند شخص معين لما يقول لك أنت كلكم سحفوا بعد فهتجملوا بعض لا يبدأ أنه يسعى مع نفسه يسأل مع نفسه ويحاول أنه يوصل للمعلومات بشكل دقيق ومفصل من خلاله هو بورج العزراء فمستحيل يصدقك مستحيل يصدق فيك بسهولة مستحيل أنه هو ما يسألش من وراك ويتقص كده ويشوف الدنيا من وراك ماشية إزاي عم متر مش عايز أطول عليكم أكتر من كده ده تمن مستحيلات موجودين في شخصية بورج العزراء بشكركم جدا وبتمنى أن أنا أكون في التقوم وبتمنى أشوف التعليقات تحت أنتوا المستحيلات دي موجودة عندكم بشكل كامل ولا لأ أو المستحيلات تانية اللي موجودة بتقدروا تقولوها على شخصيتكم يا بورج العزراء بشكركم جدا وبتمنى مرة تانية أن أنا أكون في التقوم ما تنسوش اللايك والشير والشراك في القناة تفعيل الجرس سلام